مسجد السلطان حسن هو طحفة معمارية بالغة الروع والجمال في التاريخ الإسلامي ولقد وصف بأنه ضرت العمارة الإسلامية بالشرق ولا يضاهيه في بنائه أي بناء آخر في القاهرة أو غيرها من المدن فلقد قال المقريز عنه لا يعرف في بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحاكي هذا المعبد وقبته التي لم يبنى في ديار مصر والشام والعراق والمغرب واليمن مثلها كما مدحه غيره من مؤرخين العرب والغرب أيضا أمثال جومار وجستون فيت أهلا وسهلا بكم أصدقاء قناة التاريخ الجامعة معاكم محمد محمود النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طحفة من طحف العمارة الإسلامية اللي تم بنائها في عهد المماليك وهي مسجد ومدرسة السلطان حسن في البداية لازم نعرف مين هو السلطان حسن هو السلطان الناصر حسن ابن السلطان الناصر محمد ابن قلوون أحد صلاطين المماليك البحرية جلس على عرش مصر وهو عنده 13 سنة في عام 1347 ميلادية ثم صار عليه أمراء المماليك فعزلوه وعينوا أخوه الصالح بدلا منه عام 1351 ميلادية لكن بعد مرور ثلاث سنوات تمكن السلطان حسن من خلع أخي واستعادت عرشه وظل يحكم مصر حتى عام 1361 ميلادية حيث صار عليه المماليك مرة أخرى فقتله ولم يعصر على جثته لو اتكلمنا عن علاقة السلطان حسن بالشعب المصري وأمراء المماليك هنجد أن العلاقة بينه وبينهم كانت سيئة للغاية فلم يحبه الشعب المصري ولا أمراء المماليك ولم يفعل أي إنجاز في تاريخه سوى بناء هذا المسجد ومدرسته فلقد أراد تعليم المزاهب السنية الأربعة به كما بنى لنفسه ضريح في المسجد لكي يدفن به لكن تم عزل السلطان حسن وقتله قبل اجتمال المسجد فأكمل بناء المسجد الأمير بشير أغا وضفن في الدريح شهاب أحمد وأخوه إسماعيل أبناء السلطان حسن بدلا منه أما بالنسبة للمسجد فهنتكلم عن موقعه واللي كان قديما به سوء يسمى سوء الخيل بنى فيه الناصر محمد بن قلووم أصر لكن السلطان حسن هدم هذا الأصر وبنى مكانه المسجد وحاليا يقع المسجد بميدان صلاح الدين بحي الخليفة في القاهرة ولقد أسس السلطان حسن المسجد عام 1356 ميلادية واكتمل بناءه في سبع سنوات وكانت ميزانية بناءه ضخمة جدا فلقد كانت أكبر من ميزانية الدولة حيث خصص لمصروفه يوميا 20 ألف درهم لدرجة أن السلطان حسن اضطر إلى أخذ أموال المصريين اللي ماتوا بسبب الطعون آنذاك ولم يكن لهم ورصة أما عن تصميم المسجد فلقد كان مسجد السلطان حسن دليل على نتج العمارة في الدولة المملوكية حيث تم بناءه بطراز معماري جمع بين عظمة البناء وأناقة التصميم وكانت جدرانه عالية جدا مبنية من حجارة الأهرامات القديمة وفي وسط المسجد كان هناك فناء بتتفرع منه أربعة أروقة أما تزينه فكان من أفخر وأجود أنواع الرخام وأستغدم ماء الزهب لتزين آياته القرآنية وكانت أبوابه منحوطة ومطعمة بالنحاس ومن أهم أماكن المسجد الإيوان الشرقي أو إيوان القبلة واللي كان ضخم بشكل إعجازي هندسي كبير حيث تم بناءه بعمق 28 متر دون وجود أعمدة يقام عليها وبني بهذا العمق ليكون أكبر من إيوان كسرة قرب بغداد وتم استخدام هيكل خشبي ضخم في بنائه وقيل في ضخامة هذا الهيكل الخشبي اللي تم رميه بعد انتهاء بناء المسجد إن سكان مصر استخدموا خشبه في بناء بيوتهم وأغراضهم لمدة 3 سنوات وأما بالنسبة لمدرسة المسجد فلقد تم بها دراسة المزاهب السنية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وكانت الأماكن المخصصة لدراسة هذه المزاهب توجد حول صحن المسجد المكشوب وبالإضافة للمزاهب الأربعة درس تفسير القرآن والحديث النبوي والقراءات السبعة كما كان هناك مكتبين لتحفيز القرآن للأيتام وعين السلطان حسن مدرسين ومراقبين وصرف لهم مرتبات وعين اتنين لمراقبة الحضور والانصراق أحدهم بالنهار والآخر بالليل كما عين أيضا ثلاث أطباء أحدهم باطني والآخر عيون والثالث جراح لعلاج الموظفين والطلبة وضم المسجد غرف لمبيت المعلمين والطلاب إلى أن يتموا دراستهم وقيل بأن أحد مآذن المسجد تهدمت وسقطت على رؤوس تلاميذ المدرسة ومات 300 أو ما يزيد من التلاميذ وهلاقي أن المسجد تم بناءه في مواجهة الألعة مما دفع بعض أمراء المماليك لاتخاذه حسن عند وقوع فتنة بينهم وبين السلطان وأدت تكرار هذه الحوادث واستغلال أمراء المماليك للمسجد إلى قيام السلطان برقوك بهدم الدرج أو السلم المؤدي إلى سطح المسجد لكن هذا لم يردع أمراء المماليك فيما بعد وظلوا يستخدمون المسجد حسنا لهم ضد القلعة واستمر الوضع على هذا الحال إلى أن جاء تومان باي وأصلح ما تهدم من جدران المسجد والجدير بالذكر أن الدولة وضعت صورة المسجد على عملتها المحلية فئة المائة جنيه هذا وإن دل فإنه يدل على أهمية وقيمة المسجد الفنية والمعمارية والحضارية في التاريخ الإسلامي لو عجبكم الفيديو اعملولوا لايك وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة واتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قناة التاريخ الجامعة أشوفكم على خير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر